أن توضح لنا معنى الانحراف في فهم القرآن الكريم ما الذي يعني هذا المعنى فهدت الحمد لله رب العالمين صلاةً والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم أراد الله تبارك وتعالى أن يختم به الرسالات السماوية فأنزله على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوساطة أمين الوحي جبريل ومعلوم أن سيدنا جبريل هو أمين الوحي الذي أنزل بالكتب الإلهية على كافة الأنبياء والمرسلين ممن لهم شرائع سماوية والله رب العالمين ضمن حفظ القرآن الكريم ولم يكن حفظه إلى أحد كائن من كان تحقيق ذلك في قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه أميا كان إذا تنزل عليه الوحي بقدر من القرآن الكريم كان يتعجل قراءته خوف أن يتفلت حرف منه نعم فالله تبارك وتعالى ضمأنه وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به يا سلام إن علينا جمعه وقرآنه أي إن علينا جمعه لك في صدرك وقرآنه أي وقراءته نعم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فإذا قرأناه عليك بلسان أمين وحينا فاتبع قراءته نعم ثم زاده عطاء فوق عطاء قائلا ثم إن علينا بيانه يا سلام هذا وعد الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نذر عليه القدر من القرآن الكريم شافه به أصحابه يعني لقنهم إياه نعم أقرأهم إياه ليحفظوا ويسجلوا أيضا نعم ثم يأمر مع المشافهة والتلاوة كتاب الوحي فيكتبون ما نزل عليه نعم ومهمة كتاب الوحي في زمن النبوة لم تكن هكذا دون ضوابط نعم بل كل آية وضعت في موطن من صورة هي بتوقيف من الله يا سلام فكان جبريل كما ثبت في الحديث يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تضع الآية كذا من الصورة كذا في الموضع كذا حتى ترتيب الآيات والصورة نعم ما بين دفتي المصحف شريف به ما بين دفتي المصحف بترتيبه المصحفي هو عين ما في اللوح المحفوظ يا سبحانه والدليل على ذلك تيسير الله حفظ هذا الترتيب صحيح يعني شوف ملايين من الأطفال صحيح ملايين من الشباب من البشر تجدهم حينما يتلون القرآن وكأنه سلسلة آخز بعضها بحجز بعض لو تنوسي حرف لذكرك عشرات الآلاف بالحرف الذي نسي أو بدلته بحرف آخر صحيح ففي هذا دلالة على الإعجاز الإلهي في حفظ القرآن وكون هذا الترتيب مقصود الشارع سبحانه وتعالى نعم لا دخل لجبريل فيه سوى التبلير والتحمل ولا دخل للنبي صلى الله عليه وسلم سوى التلقي والإقراء نعم لأنه كلام الله فهذه حقيقة هي جزء من عقيدة المسلم يؤمن بها ومن هنا قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تأكيد تأكيد وحينما شغب الشاغبون حول هذا القرآن الكريم وادع بعضهم أساطير الأولين اكتتبها نعم فهي تملى عليه بكرة وأصيلة ربنا يقول قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات وفي الأرض من الذي أنزله الذي يعلم السر في السماوات ثم يقول لو أن هذا الرجل الذي يتل عليكم كلامنا قال كلمة واحدة من عند نفسه لكان موقفنا منه انقضاء الأجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين يعني معناها نقطع العرق المتصل بالقلب فيموت في الحال نعم كل هذه حقائق حتى لا يعتري أي مسلم نعم أدنى شك في كون القرآن الذي يتلوه هو كلام رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه نعم هدى للمتقين شكرا